أهلا بكم بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة ذكر اليوم الوطني لبلاده وأعرب رئيس مجلس السيادة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار والنماء وأشاد سيادته بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا حرص السودان الراسخ في توطيد وتعزيز علاقات التعاون المشترك التقى رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديد بالقصر الرئاسي مساء أمس التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم وقال السفير جمال عبد المجيد سفير السودان لدى جبا في تصريح صحفي إن عضو مجلس السيادة أطلع الرئيس سلفا كير ميارديد على الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني بما يضي لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وأضاف أن اللقاء تناول الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر لوزراء خارجية دول الإيقاد في الخرطوم بنهاية هذا الشهر مبينا أن السودان تقدم بخارطة طريق لإصلاح منظمة الإيقاد وتفعيل دورها حتى تطلع بمهامها لمواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة استقبل الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني يوم أمس بالقصر الرئاسي بالعاصمة اليوغندية كنبالا استقبل عضو مجلس السيادة الانتقالي ومبعوث رئيس المجلس لعدد من دول الإيقاد الفريق بحري مهندس إبراهيم جابر وقال سفير السودة لدى يوغندا السفير أحمد إبراهيم في تصريح صحفي إن عضو السيادي نقل تحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لشقيقه الرئيس يوري موسيفيني مبينا أن اللقاء تطرق لخارطة الطريق التي وضعتها حكومة السودان لإصلاح منظمة الإيقاد وتفعيل دورها حتى تستطيع أن تتعاطى مع القضايا الإقليمية الراهنة جدد الفريق شرطة دكتور بشير الطاهر بشير ممثل المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف حرص واهتمام رئاسة قوات الشرطة على تعزيز دعائم الأمن المجتمعي للإسهام في استقرار الوطن وإنزال شعار الأمن مسؤولية الجميع إلى أرض الواقع وذلك من خلال تضافر الجهود الرسمية والشعبية جاء ذلك لدى مخاطبته يوم أمس بفندق الجراند هوليدي فيل ختام ورشة عمل الشرطة المجتمعية في السودان والتي جاءت بعنوان استكشاف الخيارات القائمة على المبادئ الدولية وأفضل الممارسات وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم مع جمهورية الصين الشعبية على اتفاق منحة بقيمة 90 مليون يون صيني أي ما يعادل 13 مليون دولار وذلك لتنفيذ مشروعات حيوية مختلفة في البلاد ووقع إنابة عن حكومة السودان الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي كما وقع عن حكومة جمهورية الصين الشعبية سعادة السفير ماشين من سفير الصين لدى جمهورية السودان وأشاد وزير المالية بمواقف الصين الداعمة للسودان وجهودها المتواصلة في تقديم العون والمساعدة في مختلف المجالات معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين في اتجاه بناء مشروعات استراتيجية تعود بالفائدة المرجوة للشعبين الصديقين لافتني لأن السودان دولة غنية بإمكاناتها ومواردها الطبيعية وأن التعاون مع الدول المتقدمة يساعد في تطوير المنتجات وتحقيق المنفعة لجميع الأطراف من جانبه أكد ماشين من سفير جمهورية الصين استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات الفنية والاقتصادية ودفع العلاقات وتطويرها في كافة الأصعظة وذلك لتحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين بدأ اليوم بفندق كورينثيا بالخرطوم المؤتمر الخامس للحبوب الزيتية والبقوليات بحضور ممثلين لوزارة التجارة والتموين والزراعة والغابات وسفيري سلطنة عمان والهند بالسودان وبمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية وكل الجهات ذات الصلة وقال الأستاذ عصام فضل الله ممثل الغرفة القومية للمصدرين لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن المؤتمر يقدم عددا من الأوراق العلمية عن الحبوب الزيتية من مناطق السودان المختلفة خاصة السمسم والفول السوداني وزهرة الشمس إضافة للبقوليات وأضاف أن السودان لديه إمكانيات كبيرة لإنتاج وفير للحبوب الزيتية وأن العالم ينظر إليه كأهم مصدر للغذاء في ظل أزمة الغذاء في العالم منوها إلى أن المؤتمر يقدم معلومات عن الإنتاج والدول المنافسة للحبوب الزيتية لتساعد متخذي القرار بحسن الإدارة بما يعود بالنفع للسودان وأوضح الدكتور أمين عباس الأمين العام لإتحاد أصحاب العمل السوداني أن إقامة المؤتمر يساهم في النهوض بصادرات الحبوب الزيتية دفعت وزارة الصحة الاتحادية يوم أمس بوفد فني من إدارة الوزارة ومنظمة الصحة العالمية لولاية شمال دارفور للإطلاع على الوضع الصحي والتعرف على احتياجات الولاية ومطلوباتها لمواجهة انتشار مرضى حم الضنك والميلاريا التي شهدتهم العديد من مناطق الولاية بالتركيز على حاضرة الولاية خلال الفترة الماضية وقال الدكتور بابكر المقبول الخبير في مجال الأوبئة والطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية وذلك عقب الاجتماع الموثع والذي عقده الوفد فور وصوله يوم أمس مع أركان وزارة الصحة وبرئاسة المدير للوزارة الدكتور محمد إدريس آدم دليل قال في تصريح صحفي إن زيارتهم إلى الفاشر جاءت بهدف الوقوف على الوضع الوبائي الراهن أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن قيام ورشة تعديل قانون الاستثمار للعام 2021 في الفترة من الخميس الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وبقاعة الصداقة برعاية وزيرة الاستثمار الأستاذ أحلام مدني وبتشريف وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم وقالت وزيرة الاستثمار في تصريحات صحفية إن الورشة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة وذلك لتسهيل إجراءات الاستثمار بالبلاد لجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السودان وقالت إن الهدف من قيام الورشة كذلك تقديم خدمات استثمارية تلبي طموحات المستثمرين حتى يكون لها المردود الجيد على الاقتصاد ومعاش الناس وتنمية المصالح الاستثمارية المشتركة خاصة بعد تشجيع الحكومة للمبادرات الاقتصادية بين السودان ودول العالم باستراتيجية ترسخ للاستفادة من أهم المميزات التي يتمتع بها السودان عقد بمدينة كوستي يوم عمس مؤتمر الصلح بين أولاد جرينات وأولاد علي بمحلية جلي على خلفية حادث قتل أحد أبناء منطقة أولاد علي وأشأد الأستاذ الزين المهدي سعيد المدير التنفيذي لمحلية جلي ممثل ألوالي بالتعايش السلمي وترابط النسيج الاجتماعي الذي تتميز به مكونات مجتمع محلية جلي وأدعى لتفويت مثل هذه الحالات التي تؤدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة وأعلن التزام حكومة الولاية ومحلية جلي بتقديم الدعم لأسرة الفقيد بمشروعات انتاجية وفي ذات السياق عبر العمدة محمود عيسى عمدة قبيلة الشنخاب عن شكره وتقديره لروح الوفاق التي تمت بين الطرفين وأعلن عن العفو بين أولاد جرينات وأولاد علي تستضيف الخرطوم في الثلاثين من نوفمبر الجاري فعاليات المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة دولية ومحلية واسعة وقال عماد أديس المدير التنفيذي لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية في تصريحات صحفية إن المهرجان تنظيمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات وجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية وأوضح أن المهرجان يتضمن إقامة ندوات ومحاضرات ومعارض عبر ثمانين جناحا بجانب زيارات حقلية لعدد من المزارع كما سيتم توزيع العديد من الجوائز لأفضل مزارع في صنف التعبئة وتغليف المزارع الجدير بالذكرى أن الدول التي ستشارك في فعاليات المهرجان في الإمارات هي المغرب والأردن ومصر وموريتانيا والسعودية وليبيا والمكسيك قام والي سننار العالم النور وبرفقته وزير المالية بالولاية محجوب أحمد محمد بجولة واسعة على قرى الريف الغربي بمحلية سننار تفقد من خلالها نقاط التحصيل ووقف علامات عنيه المنطقة في جانب الخدمات عبرت الأستاذة رحب سعيد عبد الله المدير العام المكلف للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن تقديرها لدعم مجلس السيادة الانتقالي لجهود الهيئة في تحقيق أهدافها لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني معلنة استلام عدة أجهزة حديثة لفحص ودمغ المشغولات الذهبية التي قدمها نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو لدى زيارة اللجنة لفرع البحر الأحمر نهاية مارس الماضي مؤكدة أن الدعم الفني لمختبرات الهيئة يسهم في سرعة ودقة نتائج هذه الخدمة الحساسة لجهة أن المواصفات والمقاييس هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المناط بها تقديم خدمة فحص الذهب بحسب قانون القياس والمعايرة وقانون المعادن النفيسة والأحجار الكريمة اعترفت أحلام البشير منفذة تفجير شارع الاستقلال وسط إسطنبول بقيامها بعمليتي رصد واستطلاع في منطقة تقسيم قبل وقوع الجريمة وذكرت وكالة لانادول أن المعلومات الواردة تفيد بأن مكتب المدعي العام بإسطنبول يواصل التحقيقات بشأن هجوم شارع الاستقلال الذي وقع يوم الثالث عشر من نوفمبر الجاري وأسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 81 شخصا وفي إفادتها بمركز الشرطة قالت أحلام البشير إنها قامت لمرتين بعمليات رصد واستطلاع في منطقة تقسيم قبل تنفيذ التفجير وكانت مديرية الأمن العامة في إسطنبول قد أعلنت أن منفذة التفجير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية وذكر بيان مديرية الأمن أن الإرهابية تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مركز التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية أعلنت لجنة الاستينافات بنادي المريخ عن قبول الطعن المقدم من لجنة الانتخابات في قرارها الأخير هذا وكانت اللجنة بقيادة علي البلولة قد قدمت طلب فحص إلى لجنة الاستينافات ليتم قبول الطعن وإلغاء القرار وكذلك اعتماد شرعية لجنة أبو جيبين وسابقا حددت لجنة تسيير نادي المريخ التي يقودها أيمن المباركة الثلاثين من ديسمبر موعدا لعقد جمعية عمومية مع اقتراب الحدث الأكبر كأس العالم في قطر عشرين اثنين وعشرين لا شك أن الجميع جاهز لاستقبال هذا الحدث ولا شك أن دولة قطر ستبهر العالم من الحديث والبنية التحتية هذا وكان الاتحاد القطري قد أعلن عن الكرة الرسمية للمونديال حيث تتكون كرة المونديال من جهاز حساس بالداخل مثبت برقائق ويعمل الجهاز بطاقة متجددة قابلة للشحن ويقوم الجهاز الداخلي للكرة بحساب تحركات اللاعبين داخل الملعب وذلك بمجرد لمس اللاعب للكرة حيث يرسل الجهاز بيانات بسرعة 500 ثانية لكل معلومة لغرفة الفار قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم أمس إن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم إنجاز قطري وفخر خليجي وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على موقع تويتر إن استضافة المونديال في قطر محطة تاريخية لكل العرب وأضاف نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا الإنجاز العالمي جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله هذا وسيكون افتتاح بطولة كأس العالم يوم غدنا الأحد العشرين من نوفمبر الحالي بمباراة بين منتخبي قطر وليكوادور موسيقى